نظم القسم العلمي في هيئة علماء المسلمين ندوة علمية حملت عنوان رد المطاعن عن السنة النبوية بحضور الشيخ الدكتور مثنى الضاري الأمين العام للهيئة وعدد من أعضاء الهيئة والباحثين وطلاب العلم الشرعي في تخصصات السنة النبوية لأهمية السنة النبوية عند المسلمين ومواجهتها للعولمة الغربية الاستعمارية والبدعية المنحرفة لبعض الطوائف والأفكار الشخصية بدأت مهاجمتها في عصرنا الحاضر والحقيقة أن هذه المهاجمة هي امتداد وتكرار لعصور سالفة فشنت عليها حملات شريسة بأشكال ومستويات مختلفة ابتدأت بالطعن بخير البشر محمد عليه الصلاة والسلام مرورا بصحابته الكرام العدول رضوان الله عليهم جميعا ثم توجهت تلك السهام المسمومة إلى الأحاديث النبوية الصحيحة ومناهج المحدثين للطعن في مضمونها وكل ذلك لأجل قطع الصلة بين المسلمين وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام واستعرض الدكتور بشار عواد معروف أستاذ الحديث وتحقيق المخطوطات في بحثه خلال الندوة مراحل الطعن التي تعرضت لها السنة النبوية الشريفة منذ عصور قديمة على مدار التأريق ورغم كل التشويهات التي اعترضتها إلا أنها وصلت بين أيدينا اليوم صافية نقية بفضل علماء الحديث الثقاة العدول وجدنا بعض الفرق الضال المعروفة لديكم تكذب هذه السنة ومنهم حتى ممن ينتسبون إلى أهل السنة كالمعتزلة وغيرهم ممن ينتسبون هكذا أو يدعون أنهم ينتسبون إلى هذا فالمطاعن فيها ولكن هذه السنة العظيمة استمرت واستمر العناية بها في كل حين ووضعت الكتب كما سيأتي بيانه كما استعرضت الندوة خلال مناقشاتها ومداخلاتها تصنيفات الأحاديث النبوية الشريفة ما بين الجوامع والأسانيد والصحاح وكيفية اعتناء رواة الحديث بمدى صحته وبدل الجهود المضنية من أجل ذلك منزلة البخاري بين المحدثين كمنزلة أبي بكر بين الصحابة والله لا أخوان لو تدرسون سير العلماء وسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم ستجدون أن أبا بكر لا يمكن لأي واحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أن يلحقه في هديه وفي سمته وفي دله وفي كل شيء هو كان لم نجد في حياته كلها من أوله إلى آخره مخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة يشار إلى أن القسم العلمي في هيئة علماء المسلمين يسعى من خلال ندواته العلمية إلى الاهتمام بالعلوم الإسلامية بفروعها وأصولها ومنابتها المتعددة ومواكبة المستجدات والأبحاث العلمية الحديثة يعطيهني مخالف